في عام 1966 ثلاثة من الباحثين بمعهد ستانفورد للأبحاث كانوا يشتغلون على مشروع الروبوت شاكي وهو أول روبوت للأغراض العامة يعني ليس الأغراض العسكرية أو الأغراض الفضاء قادر على التفكير إلى حد ما واتخاذ القرارات وإيجاد الطريق الأقصر للوصول من المكان الهوبي إلى الهدف واجه هذا المشروع مشكلة صعبة وهي عدم وجود خوارزمية مناسبة لحل مشروع بهذا الحجم في ذلك الوقت لذلك ولحل هذه المشكلة أعلم بيتر هارت، نيلس نيلسون، وبيرترام رفائيل عام 1968 عن نشر بحثهم اللي تضمن ولادة خوارزمية أي ستار وهي واحدة من أوائل الخوارزميات وأشهرها وأقواها أنا أحمد هاشم واليوم رح نتعرف على خوارزمية أي ستار بالتفصيل فإهلا بكم حلقة جديدة من سسرة الخوارزميات التحسينية مرحبا أصدقائي خوارزمية أي ستار هي المستكشف الذكي اللي يحمل خريطة وبوصلة ويبحث عن الطريق الأقصر بين النقطين وخلي نسميها نقطة البداية ونقطة النهاية هالخوارزمية عدها الطريقة اللي تضمن جميع الطرق الواصلة بين نقطة البداية ونقطة النهاية وحتى المسافات اللي تربط كل نقطة بالنقطة المجاورة إليه عمل هالخوارزمية واللي تتقن بكل كفاءة هو إيجاد الطريق الأقصر بين جميع الطرق المتوفرة اللي ممكن يكون عدد من عشر طرق ممكن يكون مئة ممكن يكون مليون طريق هاي الميزة خلت خوارزمية أي ستار من أكثر الخوارزميات المستخدمة بالعديد من تطبيقات الحياة الواقعية اللي تحاول الوصول من نقطة إلى نقطة أخرى مثل نظام تحديد مواقع العالمي جي بي اس اللي يحاول يلقي لك الطريق الأقصر والأسرع لوصول من النقطة اللي انت بها للنقطة اللي تريد تروح لها أو حتى بعالم الألعاب العديد من الألعاب الشهيرة مثل The Legend of Zelda Same City Warcraft أو Super Mario Bros وغيرها من الألعاب اللي تكون الشخصية بها تحاول توصل من نقطة إلى نقطة تدين بالكثير الخوارزمية أي ستار رغم هاي الميزات كل بطل إلى حدود ولين خوارزمية أي ستار هي خوارزمية ذات فكرة بسيطة وهذا الشي اللي كان أحد أسباب نجاحه وقوته لكن هاي البساطة ممكن أيضا تكون أحد نقاط ضعفه خصوصا في حال طبقت خوارزمية أي ستار على مشكلة كبيرة حيث ممكن في حال كانت المشكلة معقدة أنه تستغرض خوارزمية أي ستار وقت طويل جدا للوصول من نقطة البداية إلى نقطة الهدف أو ممكن تسقط بالحلول المحلية اللي شرحناها بالحلقة السابقة وما توصل أبد إلى نقطة الهدف لكن أيضا هذا الشي ما يقلل أبدا من قوة فعالية خوارزمية أي ستار بحل المشاكل البسيطة والمتوسطة حتى نبدأ بالشغلة الفعلي لخوارزمية أي ستار نقدر نقول أن نقطة القوة الرئيسية لخوارزمية أي ستار هي معادلتها الرائعة التي تستخدمها لحساب المسافة الواصلة بين النقطة الحالية إلى نقطة الهدف اللي تقول F هي المسافة الكلية للوصول من النقطة البداية إلى نقطة الهدف اللي تكون مجموعة G هي المسافة بين النقطة الحالية والنقطة المجاورة إليه زاد ال H of N هي المسافة المتوقعة للوصول من النقطة المجاورة إلى الهدف طبعا ممكن تشوفون أن المعادلة صعبة أو غير مفهومة لكن صدقوني أن المعادلة كلش سهلة ورح تشوفوها جدا سهلة بداية من الحلقة القادمة من نبدأ نحل الأمثلة الرياضية عن هذا الموضوع لذلك أدعوكم الاشتراك بالقناة وانتظار الحلقات القادمة اللي رح نبدأ بيها نحل أمثلة رياضية لفهم هذا الموضوع ومنها الوقت أتمنى تبقون بخير ونلتقي إن شاء الله بالحقاء القادمة